السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشخباركم البنات كنتمنى تكونوا مزيانين بأحوال جهدة يوم شاء الله غانتقاسم معكم سوفلي دي البطاطة اللي كي جزوي مزاف واقتصادي يعني معني ماشي مكلف مكونات لي هي جد بسيطة جدا وأكيد اللي كي بغيها الكبير و الصغير البطاطة يعني محبوبة الجماهير سوفلي صراحة اللي كيعجبني أنا ودرتوا في الطار ديالي وبعتني بارطاجي معكم بطريقة اللي كنصيبوا أنا عندي هنا بطاطة تقريبا يعني شي 600 جرام دي البطاطة أو ما يحسب التكشي اللي كاتبهونتم أو 5 دلحبات عندي الفلفل الأبيض أو الأسود الملحة كاز ديال الحليب وعندي الفرماج ولمعد نوس وعندي ثلاثة ديال البيضات ومع القاونة ديال الزبدة والفرماج ديال بارمزون يعني مهم أي فرماج عندكم يمكن لكم تستعملوا حتى الفرماج اللي كيكون مثلاتات أو مربعات أو يعني فرماج فيلها ديالفيا مهم اللي كان عندكم تقضي بيه أكيد اللي كيعطي لده واحد اللي تعليكة فاصل ديال ديال هاد السوفلي خديت قاوالي بصغارين هاكا هادو اللي كي تدارو فيهم ديرو فيهم السوفلي ولا ديرو فيهم اللي كيش كي جوزوينين وهم اللي كان عندكم غاندهنهم بالزبدة دهنتهم بالزبدة مسبقا وغادا نديل لهم شابلير واللي ما عندوش أكيد لشابلير يمكن اللي يستعمل يعني الساميد الراقيق حتى وراك يجي او ليلة عندكم الخبز هاكا تدخلو الفران يعني تيكون عندكم شيط تدخلو الفران وتطحنوه راه من الأحسن أنا كم صيبوا حتى الشابلير في الدار كيكون أحسن من ديال الزنقة ويمكن تعرفوا شنو فيه أكيد اللي عندو راه يمكن اللي يستعملو لأن التمن ديال وما شي غالي راه الخيص بالزاف وكيما راح تود هنت القوالب بالزبدة ودرت لهم لشابلير يعني الجنب كاملين طريقة اللي هي سهلة وبسيطة وما كتاخلش غير تواني وخطيط البطاطا هاكا غدا مع السهم زيان يعني ما نخليش في ذوك التكتولات او ذوك هذوك اللي حبو الحبيبات اللي كيبقوا ديال البطاطا نضغطوا عليهم مزيان اولا يمكن لكم تديروا الحكاكة ومن بيت تعودوا تطحنوه مزيان إلا باشوا تتأكدوا منه يعني باش ما يبقوش عندكم ذوك الحبيبات تيال البطاطا وطحنت البطاطا مزيان يعني هرستها كما يقولوا الشرقيين هرستها ودرت الكاز ديال الحليب مع الزبدة ودوبتو شوية من بعد باش نخلط باي الخاليط وحكيت الفرماج ديال البرميزون اللي كيعطيها واحد لدة البنات ما شي أنا استعملتوا ممكن لكم استعملوا ممكن لكم استعملوا أي فرماج عندكم عمون فرماج الأحمر أو كما قلت لكم في الأول أو لفرماج يعني متلاتات أو لذك شي كيبقى لحسب ذك شي اللي كيكون عندنا دائما ركيبقى اختلاف في النكها بعض المرات ووضعت الفرماج مع الدنوس كل شي مع البطاطا في الإناء وزيت عليها الفلفل الأبيض والملح ملح ما نحاوله نديره يعني نغضه البال من كتروش مهم هدو هما المكونات اللي هي جد بسيطة يعني ما فيها حتى شي يعني ما هي مكلفة ودا بغضا نخلط هاد المكونات مع الحليب والزبدة اللي دوبتم شوية مهم وضعت الزبدة مع الحليب في كاسرون على النار حتى دابو شوية هاد المقطع اللي كنت صورتو بتحذف لي ما لقيتوش يمكن ما صورتوش قاع في مرضيتش البال وغدا نخلط هاد المكونات مزيان والصير في هاد الوصفة هدي هي الفرماج وأكيد طريقة اللي كنخدمو بها البيض هي اللي كتخلي ديك البطاطا كتجي سوفلة وكتجي زوينة والداخل ديالة كتجي معلكة واخديت البيض غدا نفصل البيض على السافار دياله يعني البيض غنحتفظ به جانبا حتى نطربه والسافار غدا نوضعه مع الخليط اللي سبق له خلطه ديال بطاطا وديال المكونات السابقة ودا بغدا ندوز باش غدا نخلط هاد السافار ديال البيض مع باقي الخليط يعني حتى نحس بال يعني هاد السافار ما بقاش كيبان يعني ندامجة كل شي المكونات ومن بعدها غدا ندوز باش نطرب ابيض البيض نطربه مزيان حتى اللي عندي يعني الخليط واقف يعني ابيض البيض تيكون حلا وغنصيبه الجنواز تماما يعني هنه الخليط راس قريبا ديال البيض راه واجد بعدها ندوز دابة باش نخلطه مع مع البطاطا يعني هاد المرحلة هادي كنردو البال مني كنبدو نخلطه في الخليط يعني كنديرو اه في اتجاه واحد تخلطوه في اتجاه واحد في حشكل ديال كيك تماما يعني ذاك الهوا مخصوش يطلع ديال البيض حاولو في حالها تشكل يعني اتجاه واحد باش هكا البطاطا ديال كم تجي طلع شوية و تجي بينه وبالنسبة المقادير راه كتديرو على حسب عدد الاشخاص يعني قدم ما كانت طاطا زايدة اكيد غادي نضوبلو المقادير كمشي ولا داك شي اللي تيكون لحسب الناس اللي كينين في الدار او لحسب القوالب اللي عندك وهذا راه يمكن اللي كم تديرو يعني في مول واحد يعني اللي مباش هكا يدير هاد المولات الفردية يمكن اللي يستعمل مول هاكا كبير ديال لي كاك يعني اللي كنصيبو فيه الحلوة وكن ندهنو بالزبدة ونفس الطريقة نديرو ليه لاشابلول وكن نخوفيه الخالط يعني راح تا هو كييجي نفس نفس الشي غير هادو صغارين ولا اخر كبير يعني كمشيو لدك على القوالب اللي عندنا يعني ما شهر ما يكونوش هاد القوالب الفردية الصغارين ما نديروش ممكن لكم تستعملوه يعني هاكا واحد سوف ليه يكون كبير ونصفه وبتيسكن من بعد مما خلطت الخالط بتيسكن وضع فيه في القوالب يعني درت هنا تقريبا جوجد المعالق وغانا نبقى هاكا بنفس الطريقة حتى نسالي يعني هاد القوالب كاملة نحاول نقعدهم واكيد اللي ما مقعدش او لا يعني الكمية لك أنت يعني ماشي هادي كنحاول نقعد بيناتهم والبنات رأى قبل ما يعني نسيت ما قلتش لكم يعني الناصحة التانية لمهمة قبل ما تعمروا هاد القوالب كتاخدوا اللاطة ديال الفرن كتدخلوها الفران على درجة حرارة ميتين درجة فوق والتحت يعني في الفران كتسخن تقريبا واحد لعشرة ديال دقايق يعني الفران يكون سخن زيان عادة بجدخلو في هاد هاد القوالب هادو يعني انا اللاطة هناكي ما كتلاحظو راح سخونة راني عاد خرجها من الفرن غدا ندخلها دابة ومن بعد را اكيد نقص الحرارة ديال الفران ما كنخليش هاكاك مجهد ومن بعد مما خرجتهم يعني وجدو زيانتم هاكا بالبابريكا او فلفل احمر بودرة الحار كيبقى اختياري مهم دك شي اللي ما كيبغيش يمكن يميستعملو شي ممكن يستعمل الفلفل احمر يعني الحلو بودرة ومعلم معدنوس كيعطي واحد المنيضر وهذا هو سوفلي ديالي كييجي زوين والديد معلك بدك الفرماج كيعطي واحد المذاق زوين رائعة البنات كنتمنى انكم تجربوه خصوصا في هادو العطلة هادي هادو الوصفة هادي انا تقسمت معاكم لانها اقتصادية وبضعطا متواجدة في كل بيت واكيد كلنا عندنا الفرماج كيكم تواجد عندنا كيما اكتلكم ماشي بضرر ويكون الحلو الفرماج اللي عندي انا وانا البنات كنتمنى انه الفيديو يعجبكم واللي يعجبكم اكيد ما تبخلوش عليها بلي لايك وبغطا جمال اصدقاء ديالكم واسلام عليكم